في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحالات الإبحار السري العملية التي جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة تم على إثرها وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر إلى حين الإعداد والتدبير والتحذير لتهريبهم عبر البحر أفضل التحريات إلى توقيف 16 شخص 15 من جنسية مغربية وجزائري الجنسية مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 19 ألف دينار جزائري مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بـ 1090 يورو و60 ديرهم مغربي 16 جواز صفر وهواتف نقالة بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام سيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تورك حوله جناية تهريب الدولي للبشر جناية تبيض الأموال جناية عدم التبليغ عن جناية لتهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مقابل منفعة مالية